اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ديوفنا مميزين جدا دفين بيجمع بينهم حاجات كثيرة جدا ولكن مختلفين في حاجات قليلة معانا الناجم مش عارف الحقيقة اقول الملحن ولا المطرب ولا الفنان ولا الممثل ولا ايه ولكن هو فنان موهوب جدا جدا الفنان عصام كاريكا معانا كمان فنان اثار الجدل وانتقد كثيرا ولكن شباك الارادات بيقول كلام مختلف تماما اعلى ارادات يمكن في الافلام بتاعته ناس كثير اوي ما بتفرحش غير لما بيجي الفرح بتاعهم الفنان سعد الصغير بالرغم الناس كثير اوي بتنتقدك في افلامك وناس كثير اوي تقود تقول الرأس والاسفاف وشباك التذاكر بيبقى عامل ارادات غير طبعية في اول يوم ازاي اللي بيقولوا اللي بيقولوا الرأس والاسفاف كتا دول ناس حقدين واتليهم كم ناقد كده مراتهم منكد عليه فبيسحى الصبح مش لحد يشتم وروح شاتن في ساعة الصغير لكن الشباك ده هو الجمهور وانا همين الجمهور وعندي موهبة وربنا بيكرمي بس وام دعيالي نفس السؤال ايه التناقض الفضيع ده بين ان الناقد فني يطلع والناس كلها تقولك لا 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 افلام سعد صغير اه الافلام اللي فيها غنوة ورأسة دي بتعدي كده مرور الكرام وبتتعامل دي افلام تجارية وبعين تلاقي ارادات غير طبيعية وتلاقي اجره هو نفسه في العالي جدا ليه ايه التناقض ده لان الافلام اللي بيعملها سعد هي فيها انتاج كويس سبقية دعاية كويسة جدا بيجيب قصط مع سعد كويسين قوي سعد بيغني اغاني حلوة في الفيلم فبتلاقي الدعاية وجوه تخش الفيلم تبسط وبينزل في العيد كمان فبيحقق اعلى ارادات لو جالك الاختيار بين مثلا تلحين لاغنية لعمر دياب ولا تامر حسني ولا سعد صغير تختار مين اختار اختار عمر دياب واختار سعد تامر حسني لا لأ انتي بتقولي لي ولا عايزة تختاريني في لي لأ لكنت عايزة واحد واحد اختار اختار عمر دياب ليه عمر عشان عملت له ونجحنا سوف حاجات وشفت ده بعيني مع الجمهور اللي انا عمل له يعني كنت عملت له وهي عاملة ايه دلوقت ومين هون عليها الوقت عادي اغاني تختار اه اه واخترت بعد كه سعد عشان سعد يعني في كل افرح مصر فاغنيتي هتتسمع هتتسمع كده كده انت اللي بتختار سعد ولا سعد اللي بيختارك هو انا هو سعد اصحابي يعني لا يعني لما بيجي يعمل اغنية بيقول انا عايزة عصام كريكا يلحن لي ولا انت اللي بتكلمه تقول يا سعد انا اخترتك عشان عندي لحن كويس اه فيه كده وفيه كده بس سعد نجاحه مع محمد عبد المنع الملاحي اكتر مني الوضع فام يعيجي قول لي طب مشي هارف ايه قوله انت مع محمد نجح ونكسر ردولي لا يعني هو اللي بيتكلمك مش انت اللي بتكلم والله لا لا اه انا باكلمه هو وبكلمه باكلمه احنا واحد ايه الفيلم اللي انت عملته او الاغنية اللي غنتها واندمت جدا بعديها ولا اغنية ولا اغنية ولا اغنية لا علي بعمل حاجة وانا مقتنع فيها لان انا ما بخدش رأيي من نفسي انا معايا كتيبة فرقة كلها فرقة تاها جماعة اسمعوا الاغنية دي لو مش عكبكوا ارفعوا ديكوا فما فيش اغنية بفضل انا شفت واحد معاك برا بيشتغل اسمه حنبوزو ده حنبوز ده مدير اعمالي بتاخد رأيه حنبوزو في الحاجات اللي هي تودي في دهي بس يعني بتاخد رأيه حنبوزو تقوله الاغنية دي كويسة عمري في حياة حنبوزو لو خدت رأيه وكان زماني دلوقتي قاعد ببيع ببيع تي شوكي على طول مان ما شفت شغل حنبوزو معاك لا انا 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 اغنية بيخد على سدهاية وروح عندنا في قصات حكبير جدا بجاب الفرقة ومشغلنا الجماعة ايه رأيكوا بيرفعوا ديهم او منزلوا ديهم في عشرين رفعوا وعشر لا اكده لكن انا ما بخدش رأيي من نفسي ابدا ايه رأيك في موقف ان اعصام قرر يغني لمجرد ان هو يبقى معروف عنه كان ناجح جدا كملاح او انا كرأيي في عصاصام هو ملاحي شطر جدا 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 فكون ان هو يغني انا كمطري بقولك لأي حد تاني يقولك رأي ده هيقولك ليه يغني ليه فانا بقولك ليه يغني ليه لانه بياخد مني بياخد مني وعصاصام انا انت ما شفتهش في القابعة وانا شفته فرح عامل شو خطير مني فانا بكلمك انت بتقولي بصراحة اصام كاريكا بياخد من ساعة صغيرة فليه يغني يخليه في اللحن وهو كده بيكل ايش لا رد دبلوماسي ولا بجد لا بجد بياخد منك يعني بياخد منك افراحي يعني اصدر ولحن بياخد مني كل حاجة بياخد منك لحن بياخد ما لحن هو عامل لحن مثلا لا انت بصراحة شايفه ناجح اكتر في ايه في اللحن طبعا في اللحن اه اللي يكون كدبه بلامع ليه انا مغناش انا ليه فهو اخدها يا حضرتك ليه انا دل بقوله لك يعني ليه بقى اخد كنت انا اولى بيها هشتغل اكتر لا من غير كده من غير المصلحة دي اه اصام كاريكا بنسبالك مطرب ناجح لا لا ملاحم بس طبعا ملاحم ملاحم طبعا بس مطرب دي لا بس انا مش مطرب بلا عشان صوته عش لا هو ملاحم بس مطرب لا بيخش في الدوامة تانية مش بتاعته ايه بس انا عزيز اصدرك صغير يعني ما تيجي القويمة اصام كاريكا مش ساعد اللي هيقولك اصام كاريكا مطرب ولا مش مطرب ليه مش ساعد نجم ومطرب ليس اصام لانا لا اقولك اقولك بس خد ما يعنوب غلط لما نيجي نسأل ده مغني اونا مش مغني في اهل للموضوع ده مش اي حد نسأله اي حد نجاو فاهمه لا هو مش اي حد ده نجم ومطرب اصام مغلطش لا اصد انت ما تقول لي لا اغني بس انا مش عارف ايه اعم انا اي اعتبر انا تماعة اي حاجة اي اعتبر انت ملاحن لا مش طمع انت قلت الحقيقة اقولت وراء الشغل انا بشوف عصام كاريكا مش دي الحقيقة انت بتقول انت قلت الحقيقة نمرة ملاحن بص عضر ديكا لا لا اقول الحقيقة من وجهة نظروا مش عشان انت بتاخد منه هو بيقول انا شايف عصام كاريكا ملاحن بس مش مطرب ده نمرة هو وقلت ترحيب سعر في مرة صورة bizimصر عصانة تلك أنا بالنسبة لي كموت لبنة؟ بس فجأة هو ما بقاش حد خالص لما قال كده كنتي لما تيجي تسألي حد تسألي حد غير سعد حد في الفن تقييم حد في الفن هو مش في الفن؟ في حاجة ما قولك اجي اقول ريهان موزيعة شطرة لا لازم يواحد فاهم يعني ايه كلمة موزيعة يعني هو مش فاهم لا هو فاهم بس ما يقيمنيش وخلاص لو في افيش وعليه فلم وانتوا اتنين ابطال امه؟ مين اسمه اللي اتصدر اسمي؟ لا هو يتصدر ليه؟ ليه بقى؟ لأنه هو عامل ارادات في السينما انا عملت فيلم اسمو عايس حقي من عرفيها من زمان انا بهاني رامزي مقررت تشتني رجح عشان اللي حاصل في البلد. فاهم ها؟ وما قربتاش وما قربتاش تاني. انت كنت دور تاني اصوصان مش بطل فيلم. عشان كده بقول لك انا عملت فيلم واحد زمان. لا ايه كنت دور تاني عزيز. لا انت ما عملتش دور تاني انت؟ ما ينفعش عمل دور تاني. انت عملت لخمة راس مع احمد رزق دور تالت. كنت تاني البطل حضررسك. احمد رزق؟ اه انا البطل. انا عارفة الاغنية بس انا ما شفتش الفيلم ده مش مغرورة على فكرة. الناس دخلت بس انت اسمك ما كتبشها بالاسم احمد رزق في القفيش. مش بالاسامي. ازاي مش بالاسامي. مش بالاسامي. مش بالاسامي. ما على الترب بتلاتة اي فيلم حضرتك انا ما بتكلمش في الاسم. انا هميني بس صورتي. ما انت يا سعد لو نجم الليلة هيحطوك انت الاول. او لو هم شايفين ان انت النجمة هيحطوك الاول. خش عن انت كده حرجات لاخمة راسي هتلقينا انا اعلم احمد رزق في القفيش. وعليا الترب بتلاتة واي افلام هتلقينا. انا كنت وفي علاية الترب اعلم. لا دينا مكتوبة لان انا عامل موسيقى التصويرات بتاعت علاية الترب. دينا اول اسم في الفيلم. عشان زعاقت وعيات اتل احمد السبك عملت مشكلة في البتاع والنبي. اي حد انا روح اعيات دلوقت المنتج اقول له حط اسمي الاول. هو بيخاف على زعالة احمد السبك. هات انت اللي احمد راسي اللي بقولك احمد رزق. انا قبل اشرف عبدالباي واشرف قبل احمد رزق. هنخش عن انت دلوقت حضر. طيب ناجم النجوم صعد صغير نرجع معه مرة تانية. وفنان عصام كريكة بعد الفاصل. يعني. يعني الزعل يعني مش كلمة تخليك تبين ان انت مغرور موت. وقدام الناس. انا مغرور. انا مغرور. انا مغرور. انا مغرور. والله التلام غلط. لا لا انا مغرور اصلا. صح الناس هتفد عنه فكرة راحشة جدا. انا مغرور اصلا. ما انت مغرور اصلا. اتي ليه اتي ليه اسوية عشان الناس. اصلا اصلا برضو مغرور برضو. بسلام الناس برضو مش عادي. في حد بيجي علي اوقاته مغرور انا مغرور. ايو يا ابني بس كده غلط وحياك لتاب الله. او الصعود. ايو استاذ. اخوش يا خضر. افرعتك استاذ. وارجعنا مرة تانية مع فنان عصام كاريكا والفنان سعد صغير. واسمحولنا نبدأ الفقرة دي بفيديو ونشوفه مع بعض. عصام لو انت قاعد النهاردة بتفكر ان انت تدي مثلا نصيحة لكل نس جديدة بتبتدي وجوه شابة. ممكن تقوليه. الغرور. او الحاجة يعني سعد في فنان. بيكون اهله اصلا مش عارفين هو بيمثل. وهو بيفتكر ان هو. يا ما هنا يا ما هناك. فده الغرور. انسى الغرور لاني لو لو تبص هتلاقي في فوقيك. ناس كتيرة مكسرة الدنيا ومش مغرورين. وده حركة يلسا مسجيله حركة ده بات. ازاي عن لبسي لبسين فوقت واحد. كان مقلب بتعمل كفص. انا هسأل سؤال تاني خالص. يعني انت بتكلمها على برنامج انا عامله بقالي سنتين بتقول لي لسه عاملوا دلوقتي. انا انت اعمال تقول لي الغرور الغرور روح تجابين الفيديو. خلاص. هم هسامعوكم في الفاصل فحطوه. فيه اعداد في الكنترول. انا كمان فيديو زيه. في فيديوهات كتيرة. هتجيب لك هتجيب لك. اه فان انا صام كاريكا في ناس كتير قوي ممكن يكونوا شايفين ان الفنان ما ينفعش يمثل او 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 مش ممثل كويس وتلاقيه عالي جامد جدا عن حد دارس فنون مصرحية وممثل جامد بتاعه. ده بيرجع لان? يا ربنا شاور. قبول? ربنا شاور قالك روح. سيبك من كل اللي بتقال. يتبقعت ربنا. مين نجاحه بالنسبة لك كان مذهل وغير مبرر. مش قصدي ما عندوش موهبة لكن قلت بتلعب سرعة قوي وكان غير متوقع. لا في 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 حاجات كتيرة حصلت في السوق تطلع. تطلع طفرة كده تلاقي كل مصر بتتكلم عن عن الحدث ده. يعني مسلا احنا الايام دي في اوكا وارتيجا مسلا. كل الدنيا بتتكلم عليهم. ما توقعتش انت. على ايه على ايه. اه يا نكحين نكحين والولاد بيحبوهم ومكسرين الدنيا وافراح. ما بيشتغلوا استاذ. اوكا ارتجا. اه. دور صوتهم حلو حضرتك انت عاجبينا. لا. احنا دلوقتي بنقول ان في حالة. انت مش لو انت مش مقتنع ان الاتنين دور في الوسط دلوقتي ليهم قاعدة عريضة والناس بتحب تجيبهم في حفلاتهم وعاجاتهم. انت بتقابلهم في افراح ولا بقيلهم فرح ما شوفهم مش في افراح خالص. انت قابلتهم في افراح استاذ اصل. انا الحقيقة كنت عايزة اجيبهم في فرح ما عارفتش. طيب اهو. ليه ما عارفتش مش لقيا تليفوناتهم? والله لا. مش لقيا تليفوناتهم حضرتك. والله العظيم ما كانش عندهم وقت. هو اجيبيهم ليه حضرتك يعني. وبعدين رفعوا اجروهم الاسبوع اللي فات من كزا لكزا جامل. هم بيشتغلوا حضرتك انا انا عايزة انتم تكلمون على حد انا ما عارفوهوش. عايزة اقولك حاجة بحسب خبرتي يعني وما اجروهم بقى زي اجرك دلوقتي. اوكا ارتيجا? اه. ده مستحيل رابع المستحلات حضرتك. انت بتاخد كام في الفرح. ااخد ما زي ما بياخد بقى حضرتك مش تاعد درايب. طب انا بقولك ان هم بياخدوا رقم. لا انا انا اعلى انا اعلى اجر مطر في شعب يا حضرتك. اقسم بالله العظيم اوكا ارتيجا الاسبوع اللي فات اجروهم علي بقى قد اجرك بالزبط. انا بقولك في الفاصل حضرتك انا باخد كام. واتعرف ان اجري. انا بقولك والله العظيم. ما انا عارف اجرك ايه. باخد خمس تلاف جنيه اجري. لا. اما اللي باخد كام بحضرتك. يعني المهمة. اه انت حضرتك اه الاستاذ عصام. انت حضرتك اوكا ارتيجا دول حضرتك اه هم دول اللي. هم عاملين حالة في السوق. حالة ايه حضرتك ايه. انت لازم تكر بيها. لا انا مش كر بيها. ما كرش ومش بكر بيها. وما حدش بقول الكلام ده لحضرتك والاستاذ عصام. اه. يا استاذ ده انت دارس. عصام كريكا. اه. نجم مصر اللي عمل عمر ديه. احنا بقول في حالات. اقول اوكا ارتيجا شغالين. لا مش شغالين وابا بلاكش في افرح. وقا عاديين. اه بيشتغلوا اه اشتغلوا في تنجيد. في حنة. يا راجل. ففرح عريسوا عروسة لا. انت ليه متحول ليه كده. لا مش متحول حالة ده بقولك الحقيقة. اوكا ارتيجا عشان الناس الطيبة او الطيبة عزا حالتنا. بيحطوا سي دي غنوا عليها. اه يعني يا جماعة قولوا ايه. يا ليل. الوتوتون يعمل زي. اه ليل. اوتوتون. يعني ممكن عاك تغني دلوقتي عاك تغني دلوقتي عاك تغني بايه شادية. اه. طب ايه انت البرنامج ده هتخسر من خلاله ناس. ناس كتير. لا مش اه. ده اسمه بصراحة حضرتك انا في رمضان. اكدب يعني. احنا ممكن نغني? عشان الموضوع هتوتر جدا والحلاء عيتمتش نفسها. لا انا مغنيش انا رجل ملاحن. ما انفعش تزعصان. انا رجل ملاحن. يعني مش هتغني تاني? مش هتغني خلاص. حضرتك قول قدام الناس كلها انك مش هتغني تاني. متخصفين ايه. ايه. لا انا. لا انا مش هتغني دلوقتي. وانا في رقيتك فرقيتك اساس والله العزيمة خدها تشتغل معاي. لا في رقيتك الليها بتشتغل مع انجون كبار. طيب ما انا برضو نجيبك انا. ايوة حبيبة بصوت هم يعني شغلين قريدي. حبيبة سيبولك عصام ايه بصوت الحبيب. هم شغلين قريدي مع ناسك. طيب يا الله يا سعد غنيلنا حاجة لحنهالك الفنان عصام كاريكا. سيد اصام يغني حضرتك هو الملاحن هو الكبير والقائد فلازمن هو يغني حولتك. لا قائد النهاردة مش هيغني. غنيلنا. عشان اقول لك انا. مش انت قلت في الاول هو ما ينفعش مطرب غني من الحين. يعني مش هيغني تاني. اه. ولما حط رجل على رجل حطيتك ما اتكلمتيش. ده بس عازة فيمك ان الحالة فيها تطبيل كتير. الحالة فيها تطبيل كتير. لو انا غنيت دلوقتي انا اعتزلت الغني. لا حط. وتديني الا غني بتاعتك كلها. يا سيدي حط الميكروفون لا انت اتغني ولا نغني. اي حاجة. خلاص غني انت بقى حضرتك. والله في حاجة. والله في حاجة. ما فيش حاجة يا استاذ خ يلا يلا نارك. سعد ممكن هنغني اغنية. لا مش اغني. لا مش اغني بقى. وكل ده سعد عشان اقولت مش حارف ايه. يا يا اخوانا عايزين نشالها في المنتاج يا سيدي. اهو الصوت هاكيد انا مش اغني. ياريك بس اقول الصراحة بقى نقول الصراحة. طبيعة. احكي عليها والصراحة. اول مرة ركبت فيها طيارة. كان فين رحت فين. وانا اصغار كان بابايا على طول بنقدى الوك اندي على طول في. يعني كانت حياتنا المغرب على طول عشان ريبنا نجي في المغرب. واحنا صغيرين على طول كنا نقدى الوك اندي على طول في المغرب. بنتي خلت امي مغربية. بس انا في امريكا عملت فيلم وصائكي مع موسيلا كروتين كوكس. وفريق اسمه فريق ريجز الامريكي. كان اول مطري بحضرتك اطلع من هنا. يعمل فيلم وصائكي في امريكا. عن ايه فيلم وصائكي عن ايه؟ يعني عن مصر ان مصر ما فياش حد ارهابي دورة متسامحة. وانا رحت مسلت مصر اتجل. عمر دياب ما عملش دي حركة اللي بقولك عمر دياب ما عملش اللي انا عملته دوت. ما هو سعد هناك اشهر من عمر دياب. من فين؟ في امريكا. في امريكا. اه؟ في امريكا. لا استوف. من دحكوني بيدحكوني. طريقة طريقة طريقة. لا بتغذروا وحيات ربية لا يا جماعة مش هايفة عن ماشي الحلقة كده. اما تعمل فيلم وصائكي مع الست دي. اسمها كوكتين كوكس حاك. لو مش عارف اسمي بالانجليز. مش هايفة انا. لا. وفريق رينجز الامريكي. كوكس عارفها. مش هايفة ولا يماشي الحلقة كده. انت اللي قلت حضيرك مش انا. انت اللي قلت حضيرك مش انا. انت اللي قلت حاجة انا اكتر من عمر دياب. والاسازة الفاضلة بتتحت. بصوت غلط. هو عب ان الواحد ابوي بقى مستريح. انت طلعت في برامج قبل كده. انا ابن شبرى وابن البلد. طم انا ابن شبرى. ما تستفزت هنا باول حالة باول. الكلام ده كان في الاول. كان في الاول اه. وانا بقول لنا ناسة كان في شبرى اه. وانا اغلط في بلد. ايه طور وبسفران وبابا المغرب ومش انت. هو كل واحد مستريح ومعه فلوس تبتريه عليه. هو انت حضيرك كل حاجة امقول سعد سعد سعد. انا اتكلم. هو اقلق واقعد يقولي انت هتموتيني وانت هتسلوخيني. وانت مش عارفة مين اللي اقعد معه بمعه. انا اعز كورتس حضيرك. فضلع ايلي. هتلاقيه. انت متص sigh قاعدة اللي اتتسلوخيني واشو تسلوخيني. بينا هتطورتك بينا بره في اللي فات. بره. اتسمقى في الكل دور برا ولا فين برا اشان براك ما تقوليش براه. اللي ماه موجمش في الدور اسموك في ال دور. اه في الكل دور حضيرك بتقولي ده. كوريدور. كوريدور اللي بره دا عدريك. في الكوريدور حضيرتك وانت فعما عادين مع بعضين تلتين. ورق 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 ورق. وانا واقف عاقش انا اتكلمت معك اصلا انا ابتلك وريك اصلا والله ما جبنا سينة وريك ايه هو ايه ده حسنا ابو صعود هدي بقى ابو صعود وعدي يا انت شوائف ايوه كنت مسلم عليها بقى كتير وما شفتهاش ده عاقمس محنكيش بعد اذن عارضك ايه؟ لو سمحت على ايه؟ انا ماخدش مخدرات حضرتك اللي واخد مخدرات عارف نفسه اللي بياخد برجام عارف نفسه مخدرات عارف نفسه وانا ماليش في الكلام ده حولتك ايه بقى ما تقولي الكلمة دي غير انت النهاردة بسقود والله اسألة ايه قالت ايه اساس اسألة ايه؟ ما بكتبت ماشي بشير راجب تقول له شاكل واقع برشان برشان يا عارض ما باخدش برشان اما لو شوش تحد وقلت قدامكم فيش ايه حاجة يلا يا عم رجعنا خلص يا عم انت عملت التاريق عليا؟ يا عم التاريقناش ما انت بتقولي انا طالع انا وبابا المغرب وطيارة وشا يا بالصعوبة ربنا اجعلنا انت اجعلني لسازر هام وليك كده يا عمش ايه دا حكيتني طيارة انا وبابا بالروح المغرب دي هو لازم اقول ابويا هو انت اطلعت المغرب اصلا انت ابوك مئة الف متفرج ايه او في موازين ايه موازين ايه بابا لاشر بيقف قدامك وخصتك ايه اصم انا مشاق بوس بلدين بلدين في اتنين انا مشهور فيهم لبنان ومغرب انت مشهور في لبنان يا سعدت اه اه اكثر منك اه انا قلت حاجة غلط اه انا بتكلف حكيت انا وبابا بنطلع الويك اند خميس وجمعة عنك في المغرب اه وكان معاي امي برضه اه والله معايام العيلة كلها بنطلع وك اند في حاجة دي بتطلع ايه مغرب اللي هيه ايه ببقى ورا الشبرة بعد الشبرة بشرعين مغرب اللي هيه بتيارة بتروح لها اه بطيارة بفيزا اي ومش عن طور انت وبابا وماما طلعتوا المغرب بفيزا حنبوزو هتلبس بورا عندي اقامة استاذ حنبوزو ايا ما انت طلعت المغرب لا ده انا معاي اقامة حضرتك غيرك يا حبيبي كلنا طلعنا المغرب كلنا سفرنا العالم يعني احنا حسن هم بيكلموا في التليفون انت معادي اقامة استوصى احنا هنرجع ولا ايه انا بتكلم انا وبابا الويك اند وحشة عالجمهور يعني يا بابا دي بي اتعيب اللي من دولا جامعة لا لا والله ماشي خلال ايه انت مش قادل انت في انت مسافرتش انت وبابا خالص لا سافرت انا وبابا ومامي كمان ومامي وكان معانا فازر ومازر ماشي خلاص انت كده انت كده تتاريق والله لا لا كده ست عاصم بتقول ايه 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 قل لي معرفاكش في المغرب هتبس بورا لحنبوزو يا ام خلاص يلا خلاص يا حنبوزو بسارة ورياء لك عايزك تفكرك بحاجة واا واا وتقولي انت كلمنا عن الماضي اا فاعايز اشوف بتفكرك بايه تعالوا نشوفم مع بعض دي للطيارة اللي طول عندها انت بتحكي انا حضرتك انت بتقولي لااصصها لا اقوليش شابة الطيارة للتاكسي تطليل بيا gli المغرب ايه مش فهم expert الصورة دي مش ها. ده تاكس. اه ميفكركش بحاجة تاكسي ده ساعة? ولا اي حاجة ايه المشكلة يعني. مفيش ورا عارف حاجة. يعني انت ما كنتش بتشتغل سواق تاكسي. انا تاكسي سواق تاكسي. عمري في حياتي انا انا اشتغلت كل شغلات الا السواق التاكسي. وعمري مركبت تاكسي. ايام ايام ما كان الله رحمه ابويا. انا عاملة معك برنامج السنة اللي قبل اللي فاتت وانت ايه لي انا شخصيا ان انت كنت سواق تاكسي. وانا عارف ان الساعة كان سواق ابو سلو. لا مكنش سواق تاكسي. وكنت بهرق. اعتبر كنت بهرق زي ما انت كنت بتهرق. في كل البرامج بتهرق. لا مهرقتش ولا ولا برنامج ولا سواق تاكسي ولا مش عايز بس اشان سواقين انت كنت غلاش. يا عمد الناس حبيتك اكتر اما لقيتك ابن بلد وسواق تاكسي. انا عمري حضرك مش سواق تاكسي. اه في عمري انا اركب معاك يا سعد ابلي كده. رؤيا. في الاخر.Whoa والله العزيم كداب. عيزة. عيب يا سعد. لا والله العزيم كداك ش? عايب يا سعد. ماشي. لا كداب. ماشي غ الله. لا ما قولوا libro سواق تاكسي انا ركبت معاك كداب. لا بس عيب. انا مركب. آعترين دك دي قولا في ايه طالقة. عايب والله. مركبش معنك قشش شغلت سوقتك تخطوها بندرة. طب عيب ما عيب. انت انا ركبت. يعني هو عيب ان هو ما يقول. عايب انت عاد تقول الاستاذي مش استاذي بقى انت اشتمو في الاخر. انا مش تقول. وعيب ان هو اشتمني ده مجرر كبأ يقول لي انا ركبت معك. انت ركبت معك. مش انت مش قال لك ان هو اسكن سواء تاكس. او الله وقال لي انا كمان. وقال لي الجمهور كلهم. لا. ليه بتتغير? النهاردة في حاجة. اه اخيرا كده نصيحة. اخيرا لو سمحتي. نصيحة اه من الفنان عصام كريكا لسات صغير ونصيحة لسات صغير. ولا انت ولا هو. بعد اذنك. بقول سؤال اخير نصيحة من فنان لفنان. لا. هينصحك وهتنصحه نصيحه. لا ما حدش انا 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 يعني نجم عنك وعنه ما حدش نصيحني. زي ما هو قال. هاتو حد بقى اكون نجم يعني نجم اكبر مني نصيحني. انت لو ما اخذها يعني تسعليش من عددك اه يا دوبك ممثلة وانا اهدك خمس مرات. يا دوبك ايه? ممثلة. وعلى استاذ عصام. ملاحن علينا وراسي وممثل. وانا اكبر منه في تمثيل. انتو مين اللي تديني نصيحنا. انت نجم اكتر مني. اه. ملاحن يا استاذ. وحيال ممثلة. اه يا فندم حيال ادب. الا الادب. اه. اه. انا مش حاق مش حاق. بالسلام يا استاذ. لا لا لا. بالسلام يا استاذ. يلا يا جماعة قيمك ايه? ما انت اللي اول ما عدت وقلت ما نفعش. ملا يا ما انا مفعش بشتول الكيامين. طب احنا عايزين اهدختم. ولا انت يولى عصام كريكة قيمة. على الاسئلة ولا تامن. ابو السعود انت ما قلتش نحل ام تشوفني ابو السعود اصلا. ليه يا استاذ نعم ايه يا استاذ انا يا صاحبي عدد الامام ومصر كلها اصحابي. عدد الامام ما عرفكش اصلا يا صاحب. ليه عرفني. على فكرة احسن ملاحن في مصر عمرو مصطفى بيقعد معاني على القهوة. قهوة? اه بيقعد معاني على القهوة. دمرت الراجل وتاريخ الراجل قدام جمهوره. قهوة. على اقل ليه تاريخ يا صاحب. اه يا ريهام احنا كده قدام الناس حتى شاكليني مش حلو. لا وقف يا عم. وحلو ولا مش حلو. انت بكلامة اكنك متعرفهاش. اكنكم مش مزبطين مع بعديكم تقولي اتنين. هنزبط عليN divisions عنق ник İnt? يا ابن Agrيب اللي انت بتعمله ده بقولك ايه بقولك ايه بقولك ايه. لا ما تقوليش لا ما تقوليش حلو انا ماتقوليش حالو. انت لو تمام مع بعديكم وعايزين انت تطلع علينا ايه. انا يعني ايه بقولك ايه يا ام حلالتش فيك تقوليش ايالت ايه مع بعديكو ذا육. انا عادت غالب وموكك تooky قسر الطرابيست هي فوق الدماغة. اشمتما ما تقدريش حضرتك. ما تقدريش. مع بعضيك انت قلتك وتقفين مع بعضيك. بقولك انت فقط. انت فقط. انت فقط. انت فقط. انت فقط. ايه? قلدور ايه? قلدور ايه? احنا في القناة النهار يا اي ناس دي زميلي اه? طب اقولك حاجة? اه. بل ايهانة عشان تبقى فاهم. عشان تعرف انها متساول. اه. ولا انت ولا هو ولا مصر كلها تعرف اطعمل ما اي حاجة. انتو اللي اتنين. اه بصعود انت اغرق رصاصة بصعود انت ماشي. عليها اتطلق بالتلاتة هكتف كنتم اللي اتنين وتقول نحن غرابة عبد برا. روح طلق بقى. والمصحف نحن غرابة عبدو. روح طلق. ما انت تقول انه عارت اتجاوز واتطلق. روح طلق. اه. طلق. ما قلتش السؤال ده ليه في الحلقات? لا انا اقوله. لا ما تقولش تخاف. مع بعضيك. تخاف لينا اللي كنت متجاوزة? اه مترتبينها مع بعضيك. شارب حاجة. لا انا اللي تقول لك ايه? ما تعرفش تقوله. لا لا لا. ليه متعلمة بالبسكويت? والله ينفع كانوا يدخلوك من من الباب. من اين? والله. على فكرة انا بوية كان اشتري. انا بوية كان اشتري المنطقة بتاعيكو كلها. اللي انت ما تعرفهوش. ابو كان شغالي ابو العلم. كان شغالي. والله العزيم سول. والجمهور بيتحك. ده مستفزة اكتر. اما انت عمل لنا مسرحية. عارفين انت بتكلم غلط انت عصام. عصام. عارفين. اه عصام حضرتك. غيرت اسمك حاك وانا معرفش. عصام حف خمس دقايق. دعلك يا امور. عصام باللانشو. بتجيبنا الروم على رأيه محمد سعر. وربنا شارب حاجة. شارب بيبس. مانش. وعدي ازنك نزل رجلك. شمعنا ما لتوش نزل رجلك? معاك حق. اه نزل رجلك يا امور. ماشي. امور? اه امور طبعا. مالوي عشي? لا مش مش حلو. ايه اززار بقى كده احارك الاده بما انفعش حضرتك. اهو بقى اهو بقى اهو بقى استه. طب اقول لحاجة. ما انا كنت فوق. اعاد عشان هقول اخر كلمة? اهو. اخر كلمة حضرتك. اخر كلمة. اعاد اخر كلمة عشان نورك بس. يا عم ولا نور ولا ابها النور ما بتسعودك بيدنا. اهو. انا امنور لوحدي. اهو. مانا ممكن اعودين وقول نور يعني عشان افهم كفاية تمثيل. اهي النور اهو حضرتك. اهو النور اهو. اتكلم بحوت يا سيز رجلك عاجل. تفضل. متيق لي يعني متيق لي عشان ما بقاش باتحكي عليكم ان ان لما سعد افوارها شوية في الاخر اصنفهم. ان هو بيافور. وش اري بحاجة? عشان. لا بس لحب نعمني فيك مقلب انت فهمتو في الاخر. انا ليه بقول فيهمه في الاخر لما بتده يقوله يا امور ومش عارف ايه هو بتاع. لما يتقليش ان اعصام بالهدوء ده. لان لو سعد عمل معي كده. لأ اخر حاجة توقحها اني انتي تعملي كاميرا خفية. ما هو ده البلوف عشان كده عملنا كاميرا خفية. لكن لا يجرؤ ان يعمل فيك كده. ولا لو كلمني كده على فكرة امقسمه نصين. انت فاكر ان انا هقعد ازكت له كده. في ثانية كلمة قالت عملت شرارة فجأة ابتدى هجوم ابتدى نفسنا. ابتدى حرق الدم. ابتدى بالزبط اللي بيحصل في شارعنا دلوقتي. بالزبط اللي بيحصل في مجتمعنا دلوقتي. والصوت يعلى. وابتدى ده يعاير ده بده. وده يتريق على ده. وممكن قوي لو ما كناش في البرنامج ده. كان الموضوع تحاول ان اتنين ضربوا بعض. هو ده اللي بيحصل في الشارع كل يوم. وهو ده اللي وصلنا بيه للي احنا فيه دلوقت. لازم نسمع بعض ولازم نختلف ولكن ما ينفعش يبقى فيه خلاف. وهو مثال حي جدا. بس ان شاء الله بازن الله بعد البرنامج ده نتعلم نسمع بعض. شوفكم بكرة وتسبوع على خير.